بسم الله الرحمن الرحيم عزقنا طلبة الصف الثاني السنوي بنكمل معاكم رحلتنا مع فرع المنطق النهاردة الحلقة التانية هناخد معاكم علاقة المنطق باللغة وتعريف الحد المنطقي والحد الكل والجزء يلا بينا نبدأ حلقاتنا هنبدأ حلقاتنا ان احنا نعرفك علاقة المنطق باللغة في علاقة ما بين المنطق واللغة المنطق علم التفكير قواعد التفكير واللغة نعبر بيها عن تفكيرنا يبقى لازم فيه علاقة ممكن تفكر كويس جدا ونفس الوقت تروحين لفظ مش كويس او لفظ مش مزبوط قول يا انا قسأت التعبير او حصل سوء تفاهم سوء تفاهم ليه لانك انت مربطش المنطق تفكيرك باللغة بنقول ان المنطق واللغة المنطق بيدرس ايه قولنا علم دراسك بيدرس قواعد التفكير هو قوانين التفكير واللغة وسيلة التعبير عن تفكير اذا فيه علاقة ما بين الاثنين انت لما بتفكر بتقضي تفكر تفكر فيه مشكلة سؤال المدرس سألك سؤال او فيه موضوع بتقضي تفكر تفكر بعد ما توصل للحل بتفضل ساكت ولا بتتكلم وبتعبر بتتكلم وتعبر باللغة اذا المنطق واللغة على علاقة وصيقة علاقة المنطق باللغة احنا ما نقول المنطق يساوي لو عملناها بلغة الرياضة بيدرس قواعد التفكير والتفكير الانساني بيحط القواعد القوانين للتفكير اللغة هي الوسيلة اللي بعبر بها عن تفكيري عن طريق الالفاظ تلما بتقضي تفكر تفكر تفضل ساكت ولا بتتحول ان انت تحولي التفكير الى كلام بتتكلم اللغة فكر منطوق الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده نتيجة فكر عادنا نفكر وبعدين اتكلمنا والفكر اللي هو لغة غير منطوقة ابو حيان التوحيد بيعبر عن ذلك بقوله بيقول المنطق نحو عقلي يعني المنطق نحو عقلي يعني المنطق علم كواعد العقل والنحو منطق لغوي يعني النحو علم كواعد اللغة يبقى من اللغة والمنطق يمتزجان لان المنطق بتفكر وفي الاخر بعبر عن تفكيري بألفاظ معينة طيب هنقول ان اهم موضوعات المنطق هو الاستدلال ايه هو الاستدلال؟ الاستدلال عملية عقلية فيه عمليات بيولوجية التنفء يعني الهضم والتنفذ ده عملية بيولوجية لما انا ساعد حد وحد ساعدني ده عملية اجتماعية ليه؟ معايا ناس بيعملوها معايا التنافس عملية اجتماعية بس بقى حد حد بيسابقني انما الاستدلال عملية عقلية بفكر كده وهو انتقال من معلوم الى مجهول واحد قاعد في الصالة فارج على الماتش مهم اوي عملي شجع واقعد في الصالة لقى مية جاية عليه في الصالة بيطلع يجري على الحمام ولا اللي ماتبخ ها؟ بيجري على الحمام لان مكان المية الكتير عندنا هو الحمام طب ولهو قاعد في الصالة بتاعته وهو قاعد كده فارج على الماتش لقى فيه دخان كسيف جاء عليه بيجري على الحمام والماتبخ الماتبخ ده انتقال من معلوم المجهول انا المعلوم عندي ان الدخاء فيه معلوم عندي دخان اهو المجهول مكانه فين؟ بجري مكانه الطبيعي يكون الماتبخ ماشي في الصحرة وانت ماشي في الصحرة لقيت اثار اقدام ده المعلوم بعرف المجهول مين اللي كان هنا ومشوا ازاي واتجاههم ايه؟ المعلوم لدينا ان كل المعادن تتمدد بالحرارة فلو انا قلتلك القصدير كمعدن هتقول لي خلاص يبقى يتمدد بالحرارة عند حدوث جريمة قاتل يصل مفتش المباحث الى تحديد الجاني اللي هو المجهول القاتل ما كناش نعرفه بس عندنا حاجات نعرفها بقى معلومة مكان الجريمة اه الشقة كان الباب مقفول طبيعي جدا الرجل اتقتل جوه والباب مقفول بصورة طبيعية والشبابيك مكانتش مكسورة يبقى اللي دخل واحد يعرفه قعد واتكلم معاه واتكلمه فبالتالي يبدأ هنا الظابط يدور في علاقات المجني عليه الناس القريبة ليه في البصمات علاقات المجني عليه اخر كم رقم المعلوم ده عنده يوصل من خلاله الى المجهول يبقى الاستدلال هو انتقال من معلوم الى مجهول او بعكسة بقول بوصل للمجهول وصلت للجاني عن طريق المعلوم اللي قدامي طيب الحدود المنطقية بص بقى علشان ايه تفهم المنطق صح وده الميزة اللي احنا عملناها ان احنا ما جينا نعد المنطق هنا فرق انما تشرح المنطق عن طريق بشكل مباشر وتفاعل غير ما تشرح المنطق بشكل الكتروني او شكل تكنولوجي عن طريق المنصات والفيديوهات فكان فريق العمل قاعد نجيبها ازاي نبسطها بابسط طريقة قالك هنتفق على قواعد مش المنطق علم قواعد التفكير في قواعد بيننا في المنطق بنقول عالك كلمة حد في المنطق الكلمة اللفظ بسميها حد منطقي وبسمي الجملة قضية فالحدود المنطقية الحد المنطقي هو لفظ او مجموعة الفاظ بتبقى طرف في الجملة الخبرية خلي بالك الجملة الخبرية اللي هي مبتدأ وخبر ونتفق مع بعضها لحاجة في المنطق ما باستخدمش غير جملة خبرية اي جملة انشائية ما باستخدمهاش طب ليه بتستخدم جملة خبرية اللي فيها مبتدأ وخبر لان بتحمل خبر احكم عليه بالصدق والكد مش المنطق علم قواعد التفكير فبالتالي لازم احكم اذا كان صادق ام كاذب فالمنطق يتعامل مع الجملة الخبرية المبتدأ بنسميه موضوع والخبر بنسميه حمول طيب يبقى هنا الحد المنطقي لفظ او مجموعة الفاظ الحد مش شرط يكون كلمة لأ يكونوا مجموعة كلمات بس بتدي معنى مثال محمد صلاح قلت عنه ايه قلت عنه انه هدافة دوري الانجليزي العام عشرين اتنين وعشرين يبقى محمد صلاح ده حد منطقي وهدافة دوري الانجليزي كلها على بعضها حد منطقي ملحوظة مهمة جدا المنطق لا يستخدم الجملة الانشائية الى الامر والنهي والتمنى والاستفاهمة خالص يبقى انت في المنطق ايه هو الحد المنطقي لفظ او مجموعة الفاظ جزء في الجملة الخبرية همقول محمد صلاح هدافة دوري الانجليزي عام عشرين وعشرين ده جملة خبرية اللي انا بتكلم عنه مين محمد صلاح ده حد منطقي قلت عنه ايه انه هدافة دوري الانجليزي ده حد منطقي يبقى انت لما بتتعامل في المنطق مع الجملة الخبرية المبتدأ ازا كان كلمة او مجموعة كلمات ده حد منطق. الخبر ازا كان كلمة او مجموعة كلمات برضو حد منطق. واحنا في المنطق احذر ممنوع استخدام الجملة الانشئية. ليه? المنطق علمك وعد التفكير. فالجملة الخبرية بتديني خبر. اقول صح صادق او كاذب. محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي في عام اتنين وعشرين اتنين وعشرين في الدوري. اه صادق. طب لو قلت محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي لعام عشرين خمسة وعشرين. اقول ده كاذب ولسه اصلا مجاش عام عشرين خمسة وعشرين. المنطق لا يستخدم الجملة الانشئية. مثال. هجيب لك نفس المثال. المثال. انطلق محمد صلاح نحو المرمى كالسهم. دي كده تشبيه. لا يستخدمها المنطق. وانت هتفرج على المطق. هدف يا صلاح. امر. ده برضو لا يستخدم المنطق. مثال. الاستفهام. دي جملة الانشئية. هل سيحرز محمد صلاح هدف اليوم? انا ما اقدرش احكم ازا كان بالصدق او كده. مثال. يا ليت محمد صلاح يحرض هدف اليوم. دي تمني. وبرضو لا يستخدمها المنطق. انا قولنا الحد المنطقي لفز او مجموعة الفاظ تبقى الطرف في الجملة الخبرية. وبنعيد اهو مبتدأ وخبر عشان نحكم عليه بالصدق او الكاذب. تمام. مثال الدكتور محمد زيدان شارك في تأليف كتاب الفلسفة للسانوات العامة. يبقى محمد زيدان ده كلها حد منطقي. لفز يفيد معنى. قلت عنه ايه? قلت انه شارك فيه تأليف كتاب الفلسفة. يبقى من اول شارك. لحد السانوات العامة دي كلها كده حد منطقي. مثال اتنين مصر مالها انتصرت في حرب الف تسعمية تلاتة وسبعين. انت هنا بتتكلم عن مين? عن مصر. يبقى هنا مصر دي حد منطقي. قلنا الحد المنطقي لفز يعني كلمة او مجموعة كلمات بتبقى جزء من الجملة الخبرية. اللي قدامي دي كلها جملة الخبرية. هنا محمد زيدان ده كده حد منطقي. قلت عنه ايه? قلت انه كذا كذا حد منطقي. مصر ده كده حد منطقي. قلت عنها ايه? انها انتصرت في حرب الف تسعمية تلاتة وسبعين? يبقى انتصرت في حرب اكتوber عام الف سنتعة سبعين ده حد منطقي. مثال تلاتة. محمد صلاح ده كده لفظ قلت عنه ايه انه هدف الدوري الانجليزي لعام عشرين اتنو وعشرين يبقى كلمة هدف الدوري الانجليزي كده كلها على بعضها لحد منطقي مثال كريم بن زيمة حصل على الكرة الذهبية كافضل لاعب في العالم لعام عشرين اتنو وعشرين كريم بن زيمة هنا دي كده حد منطقي قلت عنه ايه قلت انه حصل على الكرة الذهبية كافضل لعب في العالم لعشرين اتنو عشرين يبقى كل دي كده حد منطقي. المبتدأ حد منطقي. الخبر بقى سواء كلمة او قدد كلمات ده برضو حد منطقي. طيب ده معنى الحد المنطقي. اما اقول لك الذهب. ماله معدن نفيس لا يصدق. الذهب ده كده حد منطقي. لفظه. قلت عنه ايه? انه معدن نفيس لا يصدق ده كده مجموعة الفصل بحد منطقي. قدام شوية بقى هقول لك ايه? في دروس قادمة. هقول لك ان اللي اللي بتكلم عنه بسميه موضوع. وان اللي بقول اللي قلت عنه ايه? بسميه محمول. مثال اخر مصر تقع في قارة افريقيا. يبقى مصر حد منطقي. وده لفظة هو. تقع في قارة افريقيا حد منطقي وده مجموعة الفاظ. يبقى الفكرة اللي بنعرضها هنا ان الحد المنطقي يكون كلمة او مجموعة كلمات. الشرط ان يكون طرف الاتنين يكونوا طرف في جملة خبرية. تصنيف الحدود يعني التقسيم الحدود. تعال نقسم الحدود كده عشان ما نطلق بطش. قال لك تقسم الحدود من حيث الكل الكام والكيف. انت معاك كام دلوقتي تجيبك تقول لي عشر عشرين فالكم يبقى من حيث الكمية يعني العدد. من حيث الكام يبقى حد كلي وحد جزء. من حيث الكيف يعني من حيث الايجاب والسلب الى حد موجب وسالب. الخريطة الزهنية اللي قدامك دي مهمة جدة. يبقى الحدود من حيث الكام كلي وجزء. من حيث الكيف موجب وسالب. عشان لو في اخر السؤال قالك يشير ذلك الى احد الحدود من حيث الكام. آي اما اختار من كل او جزء. لو قالك يشير ذلك الى احد الحدود من حيث الكام. الكيف هقوله مجابه سالم هنبدأ بقى الحد الكل والجزء حد الكل ليس منها كل يطلق على اكثر من فرد او شيء لان بينهم صفات مشتركة ويطلق على اي فرد من افراده امقول نهر هنا ده حد كل تطلق على اكثر من نهر لانه نهر النيل نهر الريدجلة نهر الفراط نهر الراين لاشتراكهم جميعا في صفة انهم مجرى مائعازم لما اقول جبل تطلق على الكثير من جبال جبل كذا وجبل كذا وجبل كذا طب تعالي الحد الجزء عكس الحد الكل الحد الكل يطلق على اكثر من فرد او شيء الجزء يطلق على شيء واحد بالذات ولا يطلق على غيره انت كنت هنا بتقول نهر اقول نهر النيل ماينفعش اقوله على نهر تاني انه نهر النيل كنت بقول جبل اه اقول جبل طارق يبقى لو اللفظ بيطلق او اللفظ بيتقال على اكتر من حاجة يبقى حد كله. لو اللفظ ده بيتقال على حاجة واحدة بس وما يتقالش على غيرها هيكون حد جزئي. الحد الكلي ناخد امثلة بقى قلنا يطلق على اكثر من فرد او شيء. الجزئي على شيء واحد بالذات ولا يطلق على غيره. مسجد? اه على اي مسجد. يعني لو قلت على مسجد عامل رب العاصل مسجد صح. مسجد سيدنا الحسين مسجد. مسجد سيدنا فيسا. تمام. المسجد الاقصى? لا. المسجد الاقصى ده كده حد جزئي. ما ينفعش اقول على مسجد تاني غير المسجد الاقصى. كلمة مسجد تتقال على اي مسجد. انما المسجد الاقصى هو ده حاجة حد جزئي. كنيسة تقال على اي كنيسة? انما لو قلت كنيسة القيامة بالكدس مفيش غيرها هي واحدة بس. مثال نادي. تقال على اي نادي? نادي الاهلي? نادي الزمالك? النادي المصري? نادي الاسماعيلي? طب اقول النادي الاه له هري ماقلتش الاهلى هو اسكيد لان عندك اهل سعودي النادي الاهل السعودي وعندك الاهل الى الاسكيد متجنة بالذات يقال على شيء واحد بالذات معلم تقال على اي معلم انما لو قلت معلم الفلسفة بالمنصة شهر هو واحد بس هو اللي قدامكKen اkaa todo طب لو قلت له معلم في المنصة شهر مين هما طب لو قلت له معلم الفلسفة بملصة شهرى يما تقالش على واحد بالذات ولا تقاله على غير يما لو انا بقول الكلمة كلمة دي تمشي على اي حد تتقالي على اي حد حد كلي ما تتقالشي على واحد بس تكون حد جزء المنطق يعتمد على الأمثلة وعلى التطبيقات وعلى الحل فهمنا نلخص اللي معنا اللي قلناه النهاردة الحد المنطقي لفظة او الفاس تبقى طرف في الجملة الخبرية خدنا نعم الحدود حد كلي وحد جزء الكلي يتقال على اكتر من حاجة الجزء يتعلق الحاجة واحدة بس تعال بقى مع بعض كده إن نفقت بعضه ونحل إن الفكر هو وجه الصفحة واللغة هي ظهر الصفحة لا يمكن قطع وجه مماد ونلمساز بالوجه الآخر في نفس الوقت يشير ذلك إلى علاقة الانفصال بين اللغة والفكر علاقة الاتصال بين الفلسفة والمنطق علاقة تكامل الفلسفة والعلم ده العلاقة اتصالية بين المنطق واللغة بيقول لي الفكر وجه الفكر وجه الصفحة يعني المنطق واللغة هي ظهر يبقى علاقة اتصالية بين المنطق واللغة ما ينفعش أخطار علاقة انفصال بين اللغة والمنطق أصلا لا بديل مستبع ولا اتصال بين الفلسفة والمنطق ليه؟ لأنه بيتكلمني هنا عن كلمة اللغة ولا تكامل فلسفة وعلم لأنه بيقول لي هنا اللغة سؤال آخر هي وحدة الحكم الأساسية وتمثل الكيان العقلي الذي تكابله الإدراقات الحسية التي نفهمها من التصور الوحدة الأساسية الحكم ده يشير الحد المجب به الحد السالب الحد المنطقي الحد الكلي الوحدة الأساسية للحكم هي الحد المنطقي لفظة أو ألفاظ بقى أيا كان نوعه بعد كده هتاخد بقى مجب أو سالب إلى آخره سؤال آخر ميدان السيدة زينب بالقاهرة مزدحم يشير ما تحته خط إلى الحد المجب به الحد السالب جيم الحد الجمعي ده للجزء هو هنا بيتكلم عن مين عن ميدان السيدة زينب بالقاهرة هو ميدان واحد بس فعش أقول على ميدان غيره أنه هو السيدة زينب يبقى حد جزء عارف الخط ده وكان على كلمة ميدان هيبقى حد إيه؟ تبقى حد كله وهو مش بالدراف الاختيارات مستشفى أطفال مصر بجوار محطة مصر السيدة زينب يشير ما تحته خط إلى الحد المجب به الحد السالب جيم حد كلي ده الحد جزء الخط هنا بجوار محطة مترو هي محطة مترو دي تتقلع لمحطة السيدة زينب وعلى أي محطة ولا محطة واحدة بس لا تتقلع على أي محطة يبقى حد كلي على كل المحطات مستشفى أطفال مصر بجوار محطة مصر السيدة زينب يشير ما تحته خط إلى السؤال ما تكررش شوف احنا مدنا الخط حد موجب حد سالب حد كلي حد جزء محطة مصر السيدة زينب هل تقلع على كل المحطات ولا محطة واحدة بس ما تتقلش على غيرها لا هي محطة واحدة بس هتكون حد جزء وبكده نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وإن خير ما نختم به تحية يبدأها السلام وتوسطها الرحمة وختامها البركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته